اشتركوا في القناة على أهمية وقف التصعيد وحماية المدنيين مشيرا إلى ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء إلى قطاع غزة لفتا سموه حفظه الله إلى أهمية توحيد الجهود نحو عدم تفاقم الأوضاع ووقف وتجنب العنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي بما يحمي حياة وسلامة الشعوب ومصالح الدول وأن يكون السلام العادل والتمسك به هو الخيار الأوحد للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق منوها سموه بضرورة تكاتف الجميع لدعم جهود ترسيخ الاستقرار والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة كما تم خلال الاتصال استعراض مسار العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة والتي تستند إلى أساس قوي من الشراكة الاستراتيجية والتاريخية والتأكيد على أهمية مواصلة تعزيزها على كافة الأصعدة بما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة